طبعاً عم نشوف أنه هذول العالمين عم يندمجوا بشكل كبير جداً بالفترة الأخيرة والشاطر يلحق على أنه يواكب العملات المشفرة وحتى عالم الـ NFT الآن عم تدرس فيسبوك إصدار منتجات للرموز غير القابلة للاستبدال المشفرة طبعاً هي تقنية اللي حكينا عنها الـ NFT والمرتبطة بتكنولوجيا البلوكتشين وقال ديفيد ماركوس المسؤول عن وحدة تطوير المحفظة الرقمية لدى فيسبوك نوفي أنه نوفي فيه مقابل أنه الشرك عم تبحث الآن مع عدد من الطرق للانخراط بهذا المجال ودخول هذا العالم لأنه فيسبوك عم بيشوف أنه هو موقع جيد بأهل لذلك ولأنه كثير عالم بيستخدمه في عليه العديد من المستخدمين فمن المتوقع إنشاء هذه المنصة اللي رح يكون من خلال رح يتم تبادل الـ NFT من الممكن استخدام المحفظة الرقمية نوفي لحيازة الرموز غير القابلة للاستبدال وأيضاً إنه قال إنه عندما بيتوفر لديك محفظة رقمية جيدة مثل نوفي كما يقال عليك أيضاً التفكير في كيفية مساعدة المستهلكين الداعمين لهذه التقنية وأكدوا أيضاً إنه محفظة الشركة جاهزة الآن ولكن عم تنتظر فقط إطلاقها مع طبعاً عملتها المشفرة اللي كانت معروفة من قبل باسم ليبرا ولكن الآن باسم ديم ومع ذلك أكد إنه الشركة قد تلجأ إلى إصدار المحفظة دون العملة مع طبعاً عدم وضوح موعد تقديمها يعني فيسبوك من زمان من زمان من سنة أو أكتر حتى ونحن عم نغطي موضوع إنشاء العملة الرقمية المعروفة الخاصة فيها باسم ليبرا ولكن الآن عم بيبحثوا بإنه يعملوا محفظة إلكترونية مشفرة لتبادل الرموز الغابة الغير قابلة للاستبدال اشتركوا في القناة